اشتركوا في القناة النهاردة هتكلم عن موضوع خطير جدا خطير جدا ازاي مفيد لدرجة محدش هيتوقعها مين فينا يا جماعة ما بيحصلوش مصيبة مين فينا بيبقاش متحير في مشكلة مين فينا ما بيصيبوش كرب او ضيق او اي مشكلة مادية مش بس كده مين فينا ما بيمرضش ويروح للأطبة والأطبة بتعجز عن شفائه انا هعطيك النهاردة الحل لكل الكلام ده لكل الكلام ده والكلام ده سابت وشرعي وليس مخالف للدين ابدا النهاردة هعطيكم وصفة عبارة عن ثلاث سور من القرآن الكريم تقرأهم سبع مرات لمدة اسبوع وسوف يأتيك ملك تبتوا ليه بقول سوف يأتيك ملك او على الاقل هاتف سوف يخبرك بالمخرج انا عايزكم تركزوا معايا الموضوع مهم جدا وبرضو خلي بالكو ان انا هدلل على الكلام ده من الدين ومن العلماء المعتمدين فالكلام ده اولا علشان بس ابقى صادق والنقل بتاعي ابقى صحيح لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وانما جاء تحت باب المجربات الشرعية والعلماء يتكلموا في المجربات يعني ايه مجربات يعني وصفة شرعية بعض العلماء القدامى جربوها وشافوا بالفعل انها تجدي ويأتي من ورائها الخير وداوم عليها السلف الصالح القدامى وهذكر لكم كلام العلماء في الكلام ده لعنده بعض الخلفيات عن الدين عرف يعني ايه مجربات شرعية طالما ما بيدخلهاش اي طلاصم شركية او اي شيء يخالف الشرع جائز جائز ولما اشوف بقى بالاستقراء يعني الاستقراء يعني الناس جربوها واتت ثمارها جائز ان انا افعلها والموضوع ده لا يخالف شرعا فالنهار ده هعطيك تلات صور سواء اذا كنت بقى مريض سواء اذا كنت في ضيق سواء اذا كنت في مشكلة مش لائلها حل تقرأ تلات صور دول هيجي لك هاتف في المنام يقول لك المخرج فين سبحان الله العظيم فخلي بالك يا جماعة ان الطريقة دي وردت عن احد التابعين دعك من الاسماء الكلام انا وثق فيه لان الاسماء غريبة غير مشهورة لكن الكلام ده ثابت ولو حبيت تدخل على النت وتذكر القصة اللي انا هذكرها لك دي هيطلع لك الاسماء فانا مش عايز الموضوع يطول مني فلما ترد هذه الطريقة او هذه الوصفة الشرعية المجربة عن احد التابعين يعني من القرون الخيرية الثلاثة التي اخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم انها قرون مبركة مش شيخ النهاردة نبقى شكين فيه لا ده من التابعين الطريقة ايه بقى نفترض جدلا انت واقع في مشكلة نفترض جدلا ان انت مريض والمرض بتاعك مستعصي مش ليلو حل تنام على وضوء وعلى فراش طاهر وثياب طاهرة وتقرأ قبل النوم ثلاث صور صورة الشمس والليل والتين والزيتون ونام واجرب الكلام ده لمدة اسبوع طبعا هقرأهم سبع مرات كل صورة سبع مرات ونام اللي عملته النهاردة اعمله بكرة لانه ورد من الممكن ان في اول يوم ما شوفش حاجة ما يجلينيش هاتف في المنام اعملها تاني يوم قال احد التابعين اللي جرب هذه الوصفة ونقلت عن القرون الخيرية العالم الفلاني اللي وردت عنه ده قال فقرأتها في اول يوم فلم يأتني احد بالمناسبة الرجل ده كان محبوس ومسجون يعني هديك برضو بعض الموصفات فيقول فكنت فيما قرأت قديما قبل ما يتسجن كان ارى الوصفة دي فقرأ هذه الوصفة فلم يرى شيئا في اليوم الاول ثم فعلها في اليوم الثاني واذا بالمنادي ينادي فلاني الفلاني ايوة اخرج من السجن كده فسأل فلاقى ان فلان اللي هو تسبب في سجنه يبدو ان الموضوع كان تجارات قريب للرجل اللي سجنه راح توصط له بعدما قرأ هذه الوصفة في السجن قيد الله تبارك وتعالى شخصا وذهب للشخص الذي تسبب في سجنه ودفع كل الاموال كده ومحدش يعرفه ودفع عليه لان اللي قيد الرجل ده الله سبحانه وتعالى فخرج من السجن فيقول فغرأتها في اليوم الاول فلم ارى شيئا ولم يأتيني هاتف في اليوم الثاني واذا بالمنادي ينادي اخرج طيب لما اقرأ الصور دي سبع مرات قبل ما نام لازم اكمل بدعاء اقول اللهم اجعل لي خرجا ومخرجا من امري اللهم اجعل خرجا ومخرجا من امري اولا قرأت صور من القرآن الشمس والليل والتين والزيتون ما فيهش مخالفة شرعي بنية الخروج من الضيقة بنية الشفاء هذا جائد لا يخالفه شرعا وانما هي من المجربات فالمجربات رأيناها بالفعل اتت ثمارها فجائز فعلها وتقول بعدما تقرأ هذه الصور الثلاثة سبع مرات تفعلها لسبع مرات حتى تسمع هاتف او يأتيك هاتف او حتى تستشعر بالحل انه جاءك في منام او في رؤيا تقول قبل ان تنام بعد هذه الصور اللهم اجعل لي خرجا ومخرجا من امري فانه يأتيك من يخبرك في منامك فيقول لك مخرجك كذا وكذا فالكلام ده جماعة يعني موثق وقبل ما اخرج من الفيديو عايز اقول ان الكلام ده ورد عند الامام الطبري في كتاب اسمه الاداب الحميدة والاخلاق النفيسة كلام موثوق منه انا مش بقول خرافات ولا خزعبلات وصفة حينما تفعلها قبل النوم يأتيك ملك من الملائكة يخبرك بالمخرج من الضيقة او من المرض الذي اصعبك انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته